أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاءتنا الأول مرة ونقول للجميع أسعد الله منامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء ده النهاردة هنتكلم عن رؤية جديدة من الرؤى وهنتكلم طبعا عن تفسيرها وهيكون معانا اللقاء ده تفسير رؤية الجران في المنام ولازم ناخد بالنا إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصان على الجار وأول رؤية معانا اللقاء ده إن أي حد شاف رؤية في المنام أي حد من جرانه فديه دلالة ليه إن الله سبحانه وتعالى سيرسل له حد معين ليه لا يعرفه الرأي ليخرجه من الأزمات اللي هو فيها والمشاكل وكل الظروف السيئة اللي بيمر بيها ويقف بجواره حتى يزول كل القرب والمحن اللي بيمر بيها الرأي على الحقيقة وينصره على كل الهموم اللي بيمر بيها لإن الجران مفردها جار والجار في اللغة من يجورك ويعينك وينصرك والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم وكمان اللي يشوف رؤية في المنام إنه بيهدي جاره شيئا أو بيبتسم في وجه جاره أو يقول ليه قول حسن فديه دلالة ليه على قوة إيمانه وإنه إنسان بدخله الإيمان والتقوة وكذلك إنه بيتبع تعليم دينه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يؤمن من أذى جاره يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من يؤذي جاره وبرضه كمان اللي يشوف رؤية في المنام إنه كان بتشاجر مع أحد جيرانه ثم بعد ذلك تصالح معاه فديه دلالة ليه إنه كان بيتعامل في الربا ثم تاب واستغفر وقبل الله توبته وعفى عنه لأن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذى جاره فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله ومن حارب جاره فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانربطنا بالحديث الشريف وبين الآيتين رقم 278 و279 من سورة البقرة وهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وحيث إن الربا المقابل لها الحرب من الله ورسوله وكذلك محاربة الجار وأزيته بمثابة حرب الله ورسوله فكان الاستناد إلى ذلك في إن رؤية المشاجرة مع الجار والتصالح معه دلالة على إن الرأي كان بيتعامل بالربا ثم ترقها توبة إلى الله فالرؤية دلالة له إن الله سبحانه وتعالى قد تقبل طبته وعفى عنه إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم وكمان إن أي حد شاف رؤية في المنام جرانه في بيته الأديم فديه دلالة له على قرب عودة حقوق له منسية وكانت ضيعة يعني مثلا إن كان له أموال عند حد وكانت الأموال دي منسية عشان من فترة طويلة فإن شاء الله سبحانه وتعالى الأموال دي قربت ترجع للرأي وكمان إن كانت هناك مطلقة لها أولاد مع طلقها وبقالهم فترة بعيد عنها وهم من حقها فإن شاء الله قريبا سيعود إليها أولادها ويعود الحق لاصحابه كما يقال وكمان إن الفتاة العزباء شافت رؤية في المنام إنها ذاهبة أو ذاهبة إلى بيت الجران فدي دلالة لها على الأخبار السعيدة التي تبشر لها بالزواج وزي ما الناس كده بتقول في الأفراح طلعة من بيت أبوها رايحة بيت الجران وطبعا بيت الجران اللي هو بيتها الجديد وهو زواجها إن شاء الله والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم وتمام كده أكون انتهيت من القاء اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته